في كمين محكم ضبط مكتب مكافحة المخدرات في الأجتابية ما يقارب 300 ألف قرص مخدر نوع ترمدول في كمين محكم تم التخطيط له مسبقا وذلك بعد ورود معلومات تفيد بالتحرك جحنة محملة بعدد من الأقراص المخدرة من المنطقة الجنوبية ومتجهة إلى شرق البلاد بعد ورود معلومات مصدرية من أحد مصادرنا السرية لأن هناك شخص يقوم بجالب كميات كبيرة من منطقة الجنوبية إلى منطقة الشرقية من الأقراص المخدرة تم أخضار السيد مدير الفرع الرائد ريسدويب بالمعلومة على أثرها أصدرت أعليماتها وبتكليف أعضاء تحريات في مدينة طبرق وكما كلف دوريات ثابتة في مداخل مدينة جدابية من الشرق والغرب وذلك لرصد الشاحنة عند دخولها أو خروجها من مدينة جدابية وتم تكثيف التحري والمعلومات وتم جمع المعلومات تبين لنا بين الأصحاب هذه الشحنة من ذوي السوابق ومن كبار تجار آفة المخدرات في مدينة طبرق وتم رصد الشاحنة عند ذهابها إلى المنطقة الجنوبية وتم التمركز في مدينة جدابية وعند رجوحها من مدينة سابها تم ضبطها في مدينة جدابية عند جزيرة طريق طبرق بالتحديد وتم تفتيش شاحنة وتم ضبط هذه الكمية وهي 300 ألف قرص مخدر نوعة رمادول ومن يومين ضبطنا قضية 100 ألف ومن أسبوع ضبطنا لمصنع الخامرة يسعى 4000 لتر وفي نفس السياق قام مكتب مكافحة المخدرات بمدهمة إحدى المزارع القريبة من المدينة والتي كان بداخلها مصنع لتجهيز الخمور محلية السن حيث تقدر الكمية التي تم ضبطها بحوالي 1000 لتر تقريبا المشتبه بهم تمت إحالتهم لجهة الاقتصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية النهائية حيالهم واعترافهم بما قام بارتكابه من جرم أمام الجهة المسؤولة عوض برغثي ليبيا الحدث اشتركوا في القناة